منتخب الأولمبي اللي بالتأكيد الشغل الشاغل دلوقتي في الوسط الرياضي وهو منتخب بالتأكيد بيستعد لحدث مهم جداً دورة الألعاب الأولمبية في باريس وأول مباراة لمنتخبنا يوم 24 سبع نحن نتكلم بالزبط باقي 14 يوم اسبوعين على المشاركة الرسمية لمنتخبنا في الدورة الأولمبية في باريس طبعاً فيه كلام كتير ودوشة كتير فيه دوشة مصطنعة وفيه دوشة نتيجة أخطاء حصلت في الساعات الأخيرة من خلال متابعتنا لآخر تطورات واستعدادات منتخبنا للسفر إلى باريس الأزمة المصطنعة وهي متعلقة أن طلع بيان من بيراميدز عايز إبراهيم عادل فرد الاتحاد قال له إبراهيم عادل جاي مصاب وفتر التأهيل وموجود مع المنتخب والجهاز الطبي هيتواصل مع الجهاز الطبي لبيراميدز والموضوع يتقفل دي الأزمة المصطنعة والقصة خلصت وإحنا مركزين أكتر في مطش الأهل وبييراميدز التفاصيل دي ما بنقفش قدامها كتير ولكن بأن الاتحاد أعلن على صفحته الموقف الرسمي فهنقوله النهاردة إن الاتحاد جاله خطاب وطلب من بيراميدز للاستعانى بيبراهيم عادل عشان مطش يوم الجمعة مع النادي الأهل لما الاتحاد سأل الجهاز الفني والجهاز الطبي للمنتخب قاله اللاعب مصاب واللاعب فضل إنه يكون موجود مع المنتخب عشان يتابع حالته الصحية والفنية وبعد التنصيق مع الجهاز الطبي للنادي للإتمينان عليه تقرر استمرار اللاعب فالقصة خلصانة من قبل ما تبدأ ده رقم واحد رقم اتنين ما بين الأزمة المصطنعة والأزمة اللي بجد عايز أقول بس خبر كده في النص يكون خبر إيجابي وإحنا بنعلنه من خلال برنامج التريند وإحنا كنا ساعنا فيه مدير المنتخب الكابتن محمود حرب ولكن بنأكد عليه النهاردة لإني فيه ناس كتيرة لسه بتسأل هو مين اللي هيحمل شارة قيادة المنتخب في باريس كابتن محمد النني هو هيكون كابتن منتخبنا الأولمبي في الألعاب الأولمبي في باريس ده خبر مؤكد ورسمي وكلام تم الاتفاق عليه وأعلنه هنا قبل كده مدير منتخبنا الأولمبي الكابتن محمود حرب ولكن بنأكد تاني وده خبر مهم لبرنامج التريند ولكل السيدة المشاهدين إن محمد النني هو اللي هيحمل شارة قيادة منتخبنا الأولمبي في باريس